يعني احنا وإحنا بنتكلم عن الانتخابات هنا مش ملاحظ كمان خلينا وانا بنوع في عندي فئة الكسل الانتخاب المتوارث وعندي الحديث كمان عن الشباب بس نبدأ بالكسل الانتخاب المتوارث ده هو مش بس كسل السادس وقال هي الفكرة ايه لو الكسل عند البعض يعني بالتأكيد في في اليومين الماضيين اه يعني فيه ناس ربما كون داخل هذه الدائرة وصممت على التصويت لكن فيه موروث متعلق بكسل الانتخابي مش ممكن تحطموا كله حيأخذ سنوات يعني صحيح لا هي كمان المفارقة ايه يا سيد زوائل انه بعد 2011 الناس شافت مشهد يعني انا مثلا اضرر حضرك ان المشهد اللي بنشوفه ده ما كانش متواجد ابدا قبل 2011 لكن بعد 2011 الناس شافت مشاهد حقيقية للوجود بكسافة اثناء التصويت اخدت على كده في كل الانتخابات بس خلاني فتكرة يا سيد زواء ان كل ده كان دحت ضغط فكرة عودة الاستقرار المواطن المصري نزل استفتاء الاخوان تحت ضغط الجنة والنار وعودة الاستقرار نزل انتخابات الرئاسة وقتها تحت ضغط دعوة فكرة اسقاط حكم الفوضى اللي كان موجود انزل عشان الفوضى اللي في الشارع دي تنتهي حتى في انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي كان جزء كبير جدا عامل الاستقرار فالرئيس عبدالفتاح السيسي حقق الاستقرار بجد للمصريين حسوا بامن وامان بجد انا هقوم ارجع دلوقتي جبين الانطر تمانية ونص كان ممكن اتثبت لكن انا هقوم ارجع جبين الانطر دلوقتي مفيش حد هيقافك في الطريق والطريق من هنا لجبين الانطر امان فللأسف ترجع فكرة السلبية تاني فكرة ان خلاص مفيش الضغط الملحدة لكن عشان كده انا اقول لحضرتك انا اختبف الاول كان لمن المترددين اللي شايفين الصورة بالكامل لانه مش مشهد مجرد التصويت ومجرد فكرة ان احنا عايزين الرئيس يجيب عدد من الاصوات لا الفكرة الرئيسية الاكبر ان لازم المواطن يكون شريك في الرؤية الكاملة دي ان صوتك ده له علاقة باوضاع مصر الاقتصادية له علاقة باوضاع مصر الاجتماعية له علاقة بثقة المصر الاقليمي بتقلها في مواجهة اردوغان اللي عايز يبقى زعيم للمنطقة دي وهو ليه بيعملوا كده لأتراكوا الايرانيين يعني بيختلفوا تقريبا في كل حتة وبيجي التفق على مصر مش عايزينها ترجع تاني شايفين ان هذا الاتجاه بياخد مصر في مصرها الطبيعي قيادة الوطن العربي في الاخر الرئيس السيسي المصري العربي هيقف يتكلم في خطبة هيفهمه الاماراتي والسعودي والكويتي والفلسطيني والليبي لكن حد هيفهم اردوغان حد هيفهم الرئيس الايراني فبالتالي هم عايزين يرجعوا ده فانت هنا اللي تقوله بقى لا مش بس عشان الامن وترجع تاني ان فكرة الاستقرار موجودة بقى انا مش مهتم بالسياسة لا خلاص ما بقاش يرفع نرجع خطوة للخلف لازم انت كمصر اللي تزق مع بلدك لقدام لازم انت كمصر اللي تقول الرئيس السيسي في الاربع سنين اللي جايين احنا شفنا الانجاز الحقيقي بس عايزين مزيد من الانحياز للفقراء عايزين ان الفترة اللي جاية نبدأ نتكلم بشكل حقيقي في فكرة الاقتصاد نفسه عن الضرائب التصعودية او غيره او غيره عن مزيد من تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين اعتقد ان ده في الخطة اللي جاية لكن يا استاذ والد انا عايز ادي بس مثال بسيط قبل ما ننقل من الحتة دي لما يجي مثلا في دايرة انتخابية عندي في البلد اتنين واربعين قرية ما كانش فيه غير اربع قرى صرف الصحي بس فالدولة عشان تعمل مجموعة صرف الصحي حتى الان اترصد لشبين الاناطر تمنمائة مليون طب لو تمنمائة مليون دول كانت صرف الصحي موجود عندي في البلد واتصرفوا في المستشفيات في المستشفى في المدارس في استثمارات مصنع مثلا يشغل الناس كانت فرق كتير لكن هلأ لكن هلأ ابدأ بالتمنمائة مليون قبل ما عمل الصرف الصحي ما قدرش طيب عشان كده وانا بطلع فاصل ان يعني الى كل من هو تحت مظل الـ 306 لكن عنده هموم بداخلي متعلقة بهذه المشاكل سواء اقتصادية اجتماعية سواء حتى حديث عن مشاكل امنية كله كل هذه المشاكل يعني يجب ان تتلاشى امام اهداف اكبر وهي انك بتحصن مشروعك الوطني مشروع 306 وبعد كده يمكن ان تتحقق كل هذه الاهداف وانا واثق ان شاء الله انه غدا لقى اليوم بقى احنا بعد منتصف الليل يعني بعض المترددين او من هم تحت مظل 306 وعندهم ملاحظات اجتماعية اقتصادية مشاكل ما يمكن انه يصوت في الانتخابات على اعتبار التصويت هنا لحماية مشروعك الوطني ولتحصين مؤسسات الدولة اللي احنا بنستكملها بعد 306